يعطيكم العافية اليوم ان شاء الله رح نستكمل اخر جزء من اللاب الثاني من اللاب مايكروبيولوجي بداية بدنا نستذكر كيف كان الضو انه يمر بالعينة حكينا ان الضو رح يطلع من هون رح يمر بالعينة بعدين رح يمر بعدسات هاي العدسات الاسمة اول عدسة تكبير رح تكبر للعينة يالهي الوبجكتف لنس بعديها رح تمر بالأوكولر لنس يلي هي حتكبرها كمان الأوكولر لنس حتكبرها اذا العينة تبعتي كم مرة بتتكبر كم ضعف رح تتكبر العينة تبعتي هذا الاشي بيسموه شو بيسموه كم مرة تتكبر الماغنيفيكيشن الماغنيفيكيشن معناها enlargement يعني العينة تبعتي كم مرة تكبرت لها قانون قانونها هي اللي هو كم تكبرت هون بضرب يعني كم تكبرت هون ضرب كم تكبرت هون كم ما تكبرت هون اللي هي اللي فوق هذي اللي فوق كم ما تكبرت هي 10x دائماً 10x هو حكالي بالسؤال أو ما حكالي بالسؤال لازم أن أعرف أنه التكبير يلي بالأوكيلر لنس هو 10x أما يلي بالأوبجكتف لنس تعرفه فيه 4x فيه 40x فيه 10x فيه 100x فلازم أحدد لي بالسؤال تمام إذن عرفتنا شو القانون نأخذ مثال لو أنا حكيت لكم أنه الأوبجكتف لنس 40 تمام عالطول تعرفن الأوكيلر لنس 10 إذن كم التوتال مغنيفيكاشن كم المغنيفيكاشن بضرب الأربعين بعشرة تطلع 400x إذن متكبر 400 ضعف تمام متكبر 400 ضعف إذن حكينا الأوبجكتف لنس اللي هي الريال إيميج يعني أول صورة أول إشي بوصلها أما الأوكيلر لنس اللي هي الصورة النهائية اللي عيني رح تشوفها صح؟ مش آخر صور أنا عيني بيشوفي اللي هي هون بالأوكيلر لنس اللي أنا رح تشوفها هاي الفاينال إيميج آخر صورة أما الأوبجكتف لنس اللي هي ريال إيميج بيكون الصورة الأصلي البداية يعني تكبرت كبداية تمام إذا بدنا نعرف إنه المغنيفيكاشن اللي هو التكبير التكبير صح؟ يعني في عندي أربع إكس أربع أضعاف تكبرت أربعين ضعف تكبرت عشر أضعاف مت ضعف زي هيك فهذا هو المغنيفيكاشن هلا بدي كمان تعرفوا إنه المغنيفيكاشن بتناسب تناسب عكسي مع إشي اسمه Working Distance شو هو ال Working Distance شوفوا شو هو ال Working Distance اللي هو المسافة ما بين العدسة هاي العدسة المسافة ما بين العدسة والسلايدز المسافة ما بين العدسة والسلايدز بسموها ال Working Distance ال Working Distance مسافة ما بين العدسة والسلايدز علاقة عكسية مع المغنيفيكاشن شي يعني علاقة عكسية مع المغنيفيكاشن شي يعني زي هيك لو كان التكبير 10x شوف المسافة ما أكبرها طيب لو زاد التكبير شو رح يصير بالمسافة قلت طيب لو زاد التكبير صار 100 شو صار بالمسافة قلت إذن العلاقة ما بين التكبير والمسافة رح تقل علاقة ما بين المسافة والتكبير علاقة عكسية شوفت لما كانت 10 كان حجم هاي صغير فكانت المسافة كبيرة بعدين صارت هاي تكبر بعدين هاي صارت تكبر فصارت كتير قريبة على السلايدز تمام الآن الأخرى عن témaKayو تشكين شو العائوليوووووه ! الشيك انت قدرت كطبت هذا المايكروسكوب أنش порядك اتميزي قدرة الدافع انك تميز نية واحد وكتين الاوسط ابتقالوا whoasset الآن هذه نقاط الحمراء انسوا هذه الرسمة انسوا بس طلعوا لي هون شوفوا هون هاي شوفوا هاي هاي النقطة وهاي النقطة وهاي النقطة بقدر اميز انه نقاط منفصلات لكن هل هاي هاي هل تقدر اميز انه نقطتان منفصلات هيك مجات مع بعض فانو الماكروسكوب ما بيان لياهم نقطتان مختلفات فبحكي ان الريزولفينج لهذا الماكروسكوب ضعيف يعني قداش دقت وضوحه قداش قدر اميز لانه هدول نقطتان منفصلات زي لعنه بالتلفون بيكسل بسموها تمام انه دقة الصورة قداش دقيقة تمام فانو هاي كثير ملزقات ببعض فاذن وضوحه بيكون سيئ لكن اما هدول بيكون كثير ريزوليوشن عنده واضح تمام وفي عندي علاقة لازم تعرفوها علاقة عكسية ما بين الويفلينجث والريزولفينج علاقة عكسية ما بين طول الموجه والريزولفينج تمام وفي ايشي لازم تعرفوه كتير مهم لياكم تعرفو انه ريزولفينج او ريزولوشن باعتمد على اشي اسمه ريفريكتيف انديكس باعتمد على الانكسار عمل الانكسار اريد افهمكم انا هسه ليش احنا منحط قطرة من الاويل ليش منحط اويل على التكبير مية ليش هلا احا فاهمكم ليش بس اوش افهمتش يعني ريزولوشن يعني انه اميز انه في نقطتان منفصلات كنقاط منفصلة تمام تمام شوفوا معي هون بدا فاهمكم ليش بنحط نقطة الاويل تذكروو لو ما حكيت لكم بالまيكروسكوب مش هضو هذا الضو هاي Guerrso بضل لمشي Line Source ن практически ماجحين لحد ما يصل او الهل دعلك الهل فإذراة اللي يONG sur س 과 some way المشي ليهم Grass عشان يرجع س يعود يجل بعد دعلك الهل يجب أن كامل مساره Därهي والعرسه قبل ما يكمل بالأوبجكتف لنس فيه جزء من الضو سيضيع منا لماذا سيضيع منا لانه في محل السلايدس مش فيه هوا لما يطلع الضو من المايكروسكوب ويخبط بالسلايدس فيه هون مساحة هوا فيه هون بيئة هوا في مساحة هوا هون فممكن نخسر جزء من الضو فعشان ما نخسر جزء من هذا الضو فيه عندي الأويل لماذا حطينا أويل لانه معامل انكسار للزيت كثير جدا جدا قريب لمعامل انكسار للزجاج فانه الضو بيروح بمور من الزجاج الضو بيمشي من الزجاج بمور بالزجاج ما بيطلعش منه الزجاج عطول بيجي بالزيت عطول بعد الزيت بيجي باللنس تمام ليه لانه الزيت كمل سكر الفراغي اللي كان ما بين السلايدس وما بين العدسة تمام هاي اذكركم هون حكيت لكم انه كيف من مور من المايكروسكوب صح هاي الضو هاي الضو تخيلوا معي الضو ضلوا ماشي 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 بيخبط بسلايدس صح بيكون فيه هون سلايدس علشان يمر من السلايدس لازم مور على العدسة صح فتحسوا فيه هوا هون كيف حنا نتخلص من فكرة الهوا ما بين السلايدس والعدسة وبعدية من حط زيت لانه معامل انكسار الزيت نفس معامل انكسار الزجاج فبدخل بسرعة الوبجيكتف لنس بعد الوبجيكتف لنس راح نحكي عن موضوع تاني اللي هو اهم موضوع لنا باللاب في عنا اشي اسمه wet mount slide هلا راح احكي لكم بابسط شكل شي يعني wet mount slide بابسط شكل شوفوا شو الفكرة الفكرة بيكون عندي slides تعرف شو يعني slides اللي هو القزازة الرفاعة هاي بتكون نحطها عشان نحط عليها العين شو بعمل بحط مي هاي شايفين المي هاي باللون الازرع هاي المي هاي بحط مي على اللي slides بعض بحط مي بجيب بكتيريا بحطها على المي بخلط البكتيريا مع المي شوي بعدين بجيب اشي اسمه cover slip ذكروا الكفر slip هاي قزازة بتكون زي هيك شوفوا صورتها هاي الكفر slip بذكرينه خدناها بلاب البيو بتجيب قطعة cover slip منحطها بزاوية 45 وبعدين بعد منحطها بزاوية 45 مندبها بصير شكله زي هيك هذا هو wet mount slide بكل بساطة تمام فهمتوش يعني منحط slide فوقي مي فوقي العينة منخلط العين مع المي ومنحط cover slip عليها بزاوية 45 عشان هلا بحيلكم عشان ايش بس خلق ايك بشكل عام بشكل بابسط شكل ليش اسمه wet mount slide كلمة wet يعني رطب يعني ايش ضفنا ضفنا مي slide لانه استخدمنا slide اللي هي flat piece of the glass يباع عن قزازة رفاعة تمام تمام هلا نشرح بشكل مفصل بشكل المطلوب منه بالامتحان بس اعطتكم شكل عام هلا كيف الفكرة او كيف الشغل بيكون اول اشي بجيب السلايد هاي slide جبنا وحطنا بعدين بتجيبو ايش بعدين خلق اشلحكم من البداية كأنوane بدلش شغل هى اويش بتغسلوا ايكم بعد ما تغسلوا ايديكم بتنطفوا البنش توب بعد ما تنطفوا البنش توب ال disinfinct بتشغلو البنسن بير customs تأقلنا البنسن بير combines بتجيب سلايد وم Bunu place این حاطين سلايد بتجيبو اللوب انتظروا اللوب يعقموه بالبينسينبينر أخبرنا لكم لا لا، ما أخبرنا لكم منتقموه منتقه بالنص منتقه بالنص لانه تكون هناك أشد حرار سنقول عنه بعد قليلا فمنعقم اللوب بعد ما عقم اللوب نجيب سبع قطرات ما نجيب سبع قطرات ما ونضعها على سلايتز اذا شو صار عندي تكون حد الآن صار عندي السلايدز محطوط عليه سبع قطرات من الماء تمام بعد ما حطنا سبع قطرات من الماء برجع بعقم اللوب لانه عشان من ضمنش انه الماء تكون هاي معاقمكسي خصوصا بلاباتنا ما شاء الله عليهم فمنرجع من عقم اللوب بعد ما عقمنا اللوب يكون سخن صح فانا ما بدي اكتول البكتيريا تبعدي يعني هاسا اللوب بعد ما عقمته عشان حكيت لكم منحط ماء بعدين منحط بكتيريا فعشان اروح اجيب بكتيريا لازم اللوب تبعي يكون بارد بس انا ما رح ابرده بالهواء الملوث فايش رح اعمل رح اجيب اللوب هاي شوفوا اللي تحت باليميم جبت اللوب تبعي هاي اللوب رحت انا بردته على الاج على الاطراف من البلايت هاي بلايت فانا بجيب اللوب وببرده على الطرف على طرف اللوب مش محل البكتيريا مش بكتول البكتيريا على مكان ما فيه بكتيريا على الميديا على الميديا الوسط الغذائي فبارده فيه تمام بعد ما أبرد اللوب أضمنوا اللوب برد باخد مسحه من البكتيريا هال بروح بخلطه هون بلوره هون مع المي فبعد ما انه سير في عندي مي مع بكتيريا بروح بغطيها بالكفر سلب تمام بخمسة اربعين درجة وبعدين بشوفها تحت المايكروسكوب تمام طبعا ما ننسى انه مثلا لو تطلع عندي هون زيادة مي ممكن هون هون ممكن يكون في عندي زيادة مي بعد ما اسكر بعد ما نحط الكفر سلب ممكن في عندي زيادة مي كيف بس شيل المي بس شيلها بالفلتر بابر تمام هيك تمام اذا نعيد شكل سريع الخطوات اول اشي بيحكي انه نغسل ايديك هكيناها نسنفكت للبنشتوب اقمي البنشتوب بعدين شغل البنشتوب بعدين اللوب اقميها بالهوتست بارد تمام بعد ما عقمنا اللوب منضيف سبعة لوب فول سنضيف مي تمام بعد ما ضفنا المي نعقم اللوب مرة تانية بعد ما عقمنا اللوب بتأكد انه اللوب بارد مهم جدا 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 ممكن تيجي بالامتحان اجد اتذكر على ما اذكر انه من بارد اللوب بالاج على الاطراف من بارد اللوب على الاطراف البلايتي اللي عنا تبع البتردش على الاطراف زي ما ارجعتكم تمام هون على الاطراف هون زي هيك اطراف فقط اذا حكا لكم اي مكان تاني لا بس على الاطراف اي مكان ما فيه بكتيريا بعدين باخد مسحة قليلة من البكتيريا وبخلوطها مع الماي تبعتي قليلة جدا لازم تكون بس انه زي اشي يعطي لون شفاف زي اشي ضبابي زي هيك تمام بعد ما نقلنا البكتيريا ناخد بس لوب فول واحدة منها بحط الكفر اضمن بدرجة 45 درجة تمام ليش 45 درجة علشان اضمن انه ما في عندي ببل هاي سؤال امتحان وهاي كمان سؤال امتحان اذا لازم انه لاش منحطه ب 45 درجة لانه اضمن انه ما رح يتكون عندي ببل ما يتكون عندي فقاعات وتخربلي المنظر يعني مش حق دي اشوف تحت المايكروسكوب حا يبطل اميز هاي عينو ولا ببلز تمام لو زاد عندي ماي لو في عندي زيادة ماي بحط فلتر بابعة حاولينه وشيل الماي الزايدة وبعدين بروح وشوف تحت المايكروسكوب تمام اهم اشي يتمي سيرل دسترد ووتر خمسي خمس اربعين ليش خمس اربعين ببل وستخدم الكافير سلبت تمام استخدم الفلتر بابعة عشان يريموف للاكسس ووتر تمام هلا حنحكي عن اجزاء النار تمام هلا شوفوا هاي البنسين بيرنر الموجودة على اليمين في عندي هاي سي هاي بي وهي اه تمام هلا ال اه لونها احمر ال بي شفاف السي ازرق هرتبهم حسب مين هوتست بارت مين اكثر مكان فيه حذارة تمام الكلارلس اقوى اشي فانا بحط البنسر بانا عشان اعقموه عند الناحية بي وان بحط البنسر بانا اه لون بحط اللوب على الناحية بي تمام الرد بيجي بعديها والسي اخر اشي السي حذارة اكتر ضعيفة تمام الكلارلس اريا انذا مدل هي المكان يلي بعقم فيه اللوب تمام هلا السؤال ليش احنا بمبرد اللوب قبل ما جبن من حط ليش حل نبرد اللوب اذا ليش انا بحطه بمكان على الاتجا على الاطراف مش مكان فيه بكتيري لعشان ما نقتل بكتيري بتكون فيه حرة سخنة من اللوب يلي بتكون اليستون عاملين وتعقيم فمنخاف ان نقتل بكتيري فمنروح على الاطراف من برد فيه بالميديا تمام اذا البي هي الميدل اريا اللي هي الكلارلس هي اللي بصير فيها تعقيم لللب تمام هناك شغلة سنستفيد من الويتمونت سلايتس سنميز فيها الشغلة البكتيريا تبعتي موطايل هل البكتيريا تبعتي تتحرك كيف أميز هي تتحرك أو لا إذا كانت البكتيريا تبعتي تتحرك بعدة اتجاهات وعدة بكتيريا مختلفة بعدة اتجاهات تتحرك إذا تتحرك تحسو نفس الشرك نفس الحركة يمين يسار نفسك حركة منتظمة تحسوها إذا هذه هي حركة البكتيريا بكتيريا تبعتي موطايل طيب لو أن البكتيريا تبعتي تتحرك تشعر تصطدم بالشغل اللي تترجع تصطدم تصطدم زي كماعته هي مبتتتحرك سموها إيش حركة دورانية أو حركة يعني هي مش موطايل هي بس عن نتيجة الاستضام فهي تحركت تمام لكن اللي عندنا باللاب هل تشتغلوا عليها باللاب هتكون موطايل هتكون الحركة اللي هتشوفوها عندكم على سلايتس هتكون حركة الماء مش حركة بكتيريا فهي بكون نن موطايل وهذا ما نكون عنهينا ثاني لابات من لابات المايكروبيولوجي إن شاء الله تكونوا فهمتوا أعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر